بسكور خطيرة جدا لدى المحاولة خطيرة جدا خطيرة جدا والهدف اي 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 فريق اولمبيك خريبقا يسجل الهدف الاول وسط الصمت رئيب هنا لملعب ثانية درمال قلت بانه هجمة كانت خطيرة زهير اوشان يسجل الهدف الاول لفريق اولمبيك خريبقا خطيرة جدا والهدف الاول اذا فريق اولمبيك خريبقا يفتتح حصة التشجيل تابع زهير مترجي كان وراء التمرير مسكور يمكن يقول بانه اعطى تمرير على طبق من فدة لزهير اوشان الذي سجل الهدف الاول في حدود دقيقة التانية والثلاثين اذا الهدف لصالح فريق اولمبيك خريبقا سيسجل في هذا الموضوع اذا ما العموم تلقت لجولة التانية تغيرين نتابع والتسباب اي 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 فريق المغرب امتك بتدوري انس شبرون تسديدة مباختة تسديدة مباختة تسديدة مباختة لان بخل الجولات تانية اول لم سيسجل الهدف الاول تسديدة شيله وهدف جميل في مرمى الحارس مرمى الفخر. هذه تبع الاعادة. هذه تبع الاعادة الهدف الذي سجله تبع الان نصير الليموني. هذه اول نفسه راوك السدد مروان فخر ينهز من خلال هذه القديمة الهدف التحادل. نفس الشباكة التي سجل في مرمى الحارس محمد اليوسفين. سددها اللاعب. اناس جبرون اذا سنتابع. دربة خطأ تعود الان. تزديد خطيرة جدا. خطيرة هذا التزديد ومروان فخر. كان متابع. هذا اللاعب. الزهير نعيم. ولكن الحكم دائما يعطي. كانت هناك سافرة من. خطيرة والهدف. اي 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 اي. اي اي اي. اوه سيبير ستار هذا اللاعب. يمكن اقول بانه نجم هذي المباراة. بامتياز اناس جبرون. هدفين رائعين ولا ارواع اي 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 هدف بطريقة رائعة سنتابع سنتابع هدفين مباغتين شاهدوا عبدو حد الشخصي يمران المعجزي كانوا اللاعب البديل وانس جبرون يسدد في الزاوية صعيد اذا صعيب على الحارس مرون فقران انه باش يكونوا واقعين صعيب خصو يكون طريقة منحقوا يحتفل يعنه سجل سجل هدفين جميلين نقول بانه تألق في التسجيل وتألق في تاريخة عتفة تألق